بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هنستكبل موضوع كلمنا المرة اللي فاتت عن ازاي ارسم الشير والبندق مومنت واخدنا بعض الروز الاساسية اللي بيحكمها علاقة التفاضل ما بين الشير والمومنت واللود وقلنا ان مثلا لو عندي يونفرمولود يبقى لازم يبقى قدامها او في الزون بتاعها في الشير فورس الاجرام ألاقي سلوبت لاين او انكلايند لاين خط ميل والمقابل قدامها في نفس الزون ألاقي في خط بارابولا كيرف يبقى من الدرجة التانية وانا بيكون عندي كونسنتريتد يبقى انا متوقع ان الاقي ان في الشير في دروب حصل او وانا بيكون عندي كونسنتريتد لود على بوينت مهمة في هذا المثال ان انا لما بتعامل مع الونفرم لود انا بحترم الستيشنز اللي موجودة عندي بمعنى انا قلنا البوينت اللي انا بحسب عندها او الستيشنز اللي انا بحددها عشان ابدأ احسب عندها هي البوينت او 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 الستيشنز اللي انا بحسب عندها فبالتالي انا محتاج لو عايز احدد اللي استيشنز بتاعتي كده يبقى انا عندي ااا يبقى انا عندي اول استيشن هنا كده الخط الاولاني ده وهنا دي ستيشن عشان في عندي موجود يبقى لما هتعامل مع اليونفورم لود اللي هو ال بوينت فايف هاخد الجزء ده الوحده واخد الجزء ده الوحده عشان حصل تشينج عند النقطة اللي هي بتاعة الفورس او كونسكليدت لود تو تن طيب نفس الكلام هنا حصل تشينج عندنا عندي يونفورم لود بوينت فايف وبعد كده بقى وان فانا عندي دي ستيشن جديدة لازم احسب عندها طيب انا ماشي باليونفورم لود جاء لايه فيه ساببورت فالساببورت ده ما هو الا الى اللي هو الرياكشن فبالتالي انا هتعامل مع اليونفورم لود الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده طيب دي الفكرة اللي موجودة في هذا المثال طيب المثال التاني اللي جاي يدون اولا انا عندي بيم سري سبان يعني سبان السبان اللي هو المسافة بين تو ساببورت انا عندي سبان اثنين تلاتة سري سبان طيب ولكن الجديدة عندي هنا ان ان في عندي ترميدي تهينج موجودة في هذه النقطة عند نقطة ا ام بوينت ا ام بوينت اف طيب نفس الكلام اللي احنا قلناه واحنا منحل الرياكشنز في بداية الشابترز خالص فكنا بنقول ان لما تكون عندي انترميدي تهينج فحجم اللي اتنين ياما هافصل عندها وطلع الانترنال فورس اللي فيها وتعامل على هذا الشك او ان انا اخد الشرط بتاع او الميزة بتاع ان البندنج مومنت اتزيز بوينت ايقوال زيرو فروم ليفت سايد او فروم رايت سايد حجم اللي اتنين ياما هتعامل مع البيم دي هابدأ افكها ولكن لما اجي افكها لازم يكون لبارت مستقل بذاته يعني عندي البارت اللي هو اف دي ده هاجه افك هنا كده او ان عندي فيه بيم بهذا الشكل او بارعا او ناخد الحتة الفاضية اللي تحت دي ناخدها هنا كده يبقى عندي فيه الجزء اللي هو اف دي يبقى اف دي عبارة عن طور اكشن عشان هي هنج اف اكس و اف و اي وعندي هنا رولر وعندي هنا داوان قلنا دايما لما كنا عندي انكلينت فورس بقى احللها و دي هنا مرض اه دي كانت كام دي دي اعطي خمسة فا هحللها يبقى عندي فيه عندي فورس سريطان وعندي فورس فورطان طيب اخذ ال part الثاني اللي هو من اول F لغاية C لغاية up ده افصل فين هقدر افصل فين يبقى انا هقدر افصل هنا وقدر افصل هنا دي ال intermediate engine اللي بقدر افصل عندها يبقى لما اجي هفصلها هفصلها بهذا الشكل عندي هنا الرولر اللي عندي point C وعندي نقطة نقطة مين اللي هي نقطة E نقطة E اللي هي هنا يبقى عندي هنا Tore action EX و EY عندي uniform load موجود على part ده اقول له مبين E و F عبارة عن 1 ton متر عندي ال reaction انه فيه reaction طبعا عندي نقطة D D Y عندي reaction عندي نقطة C C Y عشان هي roller منساش ان النقطة اللي هنا دي نقطة F هي نقطة مشتركة ما بين النقطة دي ونقطة دي ما بين البارت FD وبين البارت EF فبالتالي الرياكشنز اللي هنا هم هم نفس الرياكشنز اللي هنا منسهمش ولكن the same value ولكن in opposite direction يبقى عندي هنا Fx نفس القيمة اللي فوق ولكن هنا Fy نفس القيمة نفس القيمة دي كده نطلعها فوق شوية عشان نطلعها اتناش يبقى عندي هنا Fx ولكن في ال opposite direction يبقى دي ايه اخد البارت ده واخد البارت ده البارت الاخير اللي هو ما بين A وما بين E يبقى هاخد البارت الاخير ده كده A وب ورعا مرولر وعندي concentrated load هنا وعندي 3 ton هنا ودي كانت كاملة دي مش عال فيه ارقام ممسوحة طب اللي ادور عليها وبعد كده عندي طبعا نفس الحدودة نقطة E هي نقطة مشتركة في عندي جزء يوني في الملود وبين B وال E اللي هو الواحد ton meter وعندي reaction عند نقطة A والreaction عند نقطة B وعندي X هنا وال EY the same value ولكن in opposite direction يبقى عشان اتعامل مع كاميرا زي دي لازم افكها بهذا الشكل ده حل وبالتالي عشان اوجد reactions يمكن اخدها بالترتيب ان ارسمه ده من فوق اللي تحت عشان كل واحد يرمي على اللي تحته ببدأ اشوف كل بيم supported على مين يعني الجزء F ده هو rested على الجزء اللي هو F E F تمام وال E F برضو rested على ال E في الاخر بداه rested على ده A E في الاخر يبقى حل الجزء ده signal force تجاه ال X signal force تجاه ال Y signal moment جبت عندي 3 equation و 3 unknowns جبت ال D Y F X F Y جبت ال F X وال F Y هنقله من ناحية التانية يبقى تحول الجزء اللي هو E F بدا ما كان فيه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة 5 unknowns بقى عندي تلوقتي 3 unknowns فقط اللي هو C Y وال E Y وال E X يبقى انا دون انا جبتهم خلاص هجيب ال C Y وال E Y وال E X هاخد ال E Y وال E X اعكسهم هنا يبقى هيطلع لي يبقى عندي ال reaction A X وال E Y يبقى عندي و عندي ال B Y ده السريء النونز اللي موجودين في ال part التالية يبقى كل ده عشان اجيب بس ال first step اللي هي ال reaction عشان اعرف احسب ال reaction يبقى لازم اوجد القيم دي ال reaction او دي طريقة الطريقة التانية اللي زي ما اتفقنا قبل كده ان انا لو عندي intermediate hinge يمكن اقول ان انا عارف معلومة ان intermediate hinge دي بتسمح بالدوران فبالتالي the value of moment at this point equal zero يبقى المومنت عند النقطة دي equal zero ولكن signal moment at any point equal zero ولكن عند intermediate hinge بتتسم بايه بتتسم ان انا signal moment from one side equal zero يعني اه لو قفت عند نقطة F و قلت ال reaction اللي هي القيمة اللي 4 طن دي في المسافة بتاعتها ناقص ال reaction اللي هنا في المسافة بتاعته المفوض يبقى equal zero يبقى اربعة في واحد ادب اربعة minus اتنين في اتنين يبقى اربعة بالعكس يبقى قيمة المومنت من left side من right side equal zero لو طبقت نفس الكلام ده من right side او من left side sorry من left side وخدت برضو هتلاقي مفوض يطلقى خدت اسيق كل الفرص اللي هنا مفوض يطلقى لي بزيرو طيب نفس الكلام لو طبقت الكلام ده هنقطة الاي لو خدت من ناحية اليمين هيتلقى عليه بزيرو لو خدت المومنت تحتش ما هيتلقى عليه بزيرو يبقى عندي في الاخر لو انا ما فكتش او ما طلقتش الانترنال الرياكشنز دي اللي هي f y f x وال e y وال e x وحبيت احسب الانونز بتاعتي من البداية هلاقي عندي ايه هلاقي عندي الاثنين بتاع الله العدي اتنين اربعة ثلاثة اربعة خمسة افصال 2 ثلاثة والأي مفوض جلور يعني وانا عندي كام عندي ال الكوليبuru ال дивket الثلاثة الأساسيين سيجمال فورس تجاه X سيجمال فورس تجاه Y وسيجمال مومنت طبعا عندي خمسة فاضل لي معادلتين كمان معادلتين التانيين هيجوا منين؟ هيجوا من الانترميدية هنج من السيجمال مومنت at point F from one side equal zero وسيجمال مومنت عند نقطة E from one side equal zero وانا زودت معادلتين جدادة على الثلاثة الأقدام يبقى عندي five equations وfive unknowns أقدر أجيب الـ وفي الحالة دي I don't need ان انا أحسب الـ Fy والFX والEy والEx وأبدأ أعكز الطريقة دي صح والطريقة دي صح يبقى أنت لازم تبقى عارف ازاي تحل بالطريقتين دون ازاي تعمل isolation للparts اللي عندك ونطلع الـ reactions او internal reactions اللي موجودة بين الـ 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 و ان انت تستغيل الـ 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 حسبت الـ الـ يبقى الموضوع بعد كده بسيط الـ الـ طيب عشان ارسم الـ الـ انا عندي هنا فيه force وفي عندي force وعندي reactions وعندي هنا قيمة force وعندي هنا قيمة force وعندي هنا قيمة force عشان احسب الـ وارسم الـ normal force اللي يجرؤون هبتدي ازاي وانا هنبتدي هما من يمين من الشمال بقى عندي section ويهمني من section ده ان انا اشوف من بيضغط او بيشد على هذا الـ عمودي على section بتاعي يبقى ده اللي هتطلع منه normal force تايجرون لو بيعمل tension بيشد section بتاعي يبقى ده بوسط يبقى هرسمه لفوق لو بيعمل compression يبقى هيعمل هيبقى negative هرسمه اللي تحت يبقى لو وقفت هنا بالsection بتاعي ده وابدأ اشوف الان سريطان دول بيعمله compression على section يبقى هاجئ على data سريطان بتاعي راه راسم ثلاثة لتحت وافضل ماشي ما لاقيش اي force تانية غير الثلاثة دي هي دايما اللي فوش كل ما هو في اي حتة الاقي ابص ايه اللي عمودي على section بتاعي ما لاقيش الا سريطان هي الفورس الوحيدة اللي عمودي على section بتاعي هفضل ماشي معنا كده هفضل بالvalue دي ماشي ثابت ثابت اللي غايت ما وصل ليه قيمة الفورس او الكمبوننت بتاعة الفورس بتاعة اللي كانت هنا اللي هي سريطان لو امهاف عند section هنا لان الفورس دي طالع البرة بتشد بتشديني بهذا الشكل ما معنى كده ان انا كنت مينس 3 بلس 3 بقى ارجع لي 0 يبقى انا خلصت النورمال فورس دايجرام تمام النورمال فورس دايجرام زي ما كنا قلنا قبل كده قد يكون نادر شوية او يعني مش في كل البيمز متواجد ولكن هبقى كويس انك تتمرن عليه في الشابتر عشان هتلاقيه موجود في كل مساءل الفريمز بعد كده في الشابتر البيمز فلابقى الناس فهمت ازاي ترسم نورمال فورس دايجرام هتقدر ريح يعني يساعدها ويريحها في الشابتر اللي بعد حسنا طيب الشير القيمة دي هنا خمسة مش عبدي ممسوحة برضو طيب الشير قلنا هنبتدي من اليسار يبقى انا هقف بالسكشن بتاعي كده في الحالة دي انا هميني الفورس اللي موازية للسكشن بتاعي طالعة ونزلة لو دا السكشن بتاعه يبقى لو طالع يبقى هطلع لو نازل يبقى هنزل ناجاتف بعد ما انا هبتدي من اليسار يبقى الفورس سكشن عندي 2.9 2 الى الرياكشن هو دا اللي طالع لفوق فهطلع معاه لفوق ومشي كونستانت وعندي جزء فاضي يبقى همشي قدامه كونستانت يعني يعني هنزل من من 2.9 2 minus 5 يديني minus 3.08 يبقى هنزل يبقى هنزل يبقى هنزل من هنا يبقى مجموعة الاتنين دول المفهوض يديني 6 عشان كده عرفت نهاية 6 يبقى هنزل لغاية لغاية 3.08 ألاقي الجزء ده فاضي مفهوش حاجة يبقى هفضل ماشي كونستانت يعني الرياكشن 3.83 وبالتالي هنا بيبقى لك مهمية الرياكشن وانس ان انت الرياكشن هسبتها غلط يبقى كل حساباتك وطلع تطلع كام وهتندل كام وهتجيب منك مومنت كام كله هيبقى غلط بقى الرياكشن ثم الرياكشن ثم الرياكشن يا جماعة ان انت لازم تلاكس جدا في مرحاية حساب الرياكشن تتاكد ان انت بتحسابها صح عشان هتبني عليها كل حساباتك اللي بعدها طيب طلقت هنا من 3.08 مينس او هاي بلاس هي ديب المينس يبقى بلاس 3.83 ديني بوينت 7.5 تمام؟ الاقي في عندي يونفرمولود فعندي يونفرمولود يبقى هاحسب في الاول وهاحسب فيه مش في الاخر بقى هاحسب عندي فيه ستيشن هنا وقفتني يبقى لازم اوقف عندها هنا يبقى هاحسب في الاول هنا واحسب في الاخر هنا الاقي انا كنت عندي هنا 0.75 ناقص 1 ملتبلاي 3 اللي هو 2 و 1 يبقى 3 يبقى عندي 3 يديني 0.75 ناقص 3 بقى 2.25 ناقص 3 يقابلني الرياكشن هطلع من minus 2.25 هطلع لفوق الاقي واندي 3 الاقي حبقية اليونفرمولود اللي عندي 1 ملتبلاي 1 يبقى هاوصل من 3 هنزل ل2 هلاقي جزء فاضي هامشي فاضي بهذا الشكل وبعد كده هلاقي concentrated load قيمته 4 يبقى من 2 هنزل ل-2 وامشي constant وبعد كده يقابلني اخر الرياكشن اللي هو السري هطلع اوصل للزيرو بقى الفجر بتاعي افعل عند الزيرو بالكلام صح يبقى دي طريقة حساب الشير فورس ديجران ال-bending moment diagramي بيهمني جدا ان انا اكون محدد ال-stations بتاعتي اللي انا هقف عندها واحسب علشان دي هنا مهمة بالنسبة لي بعندي هنا عند نقطة الجي لازي يكون في عندي station عند نقطة ال-B لازي يكون عندي station عند نقطة ال-E عند نقطة ال-C نفس الكلامة عند نقطة ال-F عند نقطة ال-H عند نقطة ال-D اللي هي بداية ونهاية الكاميرا بتاعتي طيب انا هرسم فين هرسم في التنشن سايت فوانسل ان انا هرسم التنشن سايت يبقى بقف عند ال-station بتاعتي فاحسب ال-bending moment من ناحية اليمين او من ناحية الشمال هنا في ال-bending moment وبتفرقش ولكن اللي يهميني في الاخر بشوف ال-bending moment بتاعي ماشي كده ولا ماشي كده لو انا شغال على التنشن سايت يبقى انا بشوف التنشن فين او دي السهم بتاعي فين يبقى هو ده هرسمه تحت ال-datum بتاعي تحت الخط اللي انا هرسم من عنده ال-bending moment دا جراء لو السهم بتاعي فوق او دي السهم بتاعي فوق يبقى في الحالة دي هرسم ال-bending moment فوق ال-datum بتاعي اللي في حالة مين في حالة tension sign يبقى لو قفت هنا طبعا اول حاجة hinge فالقيمة هنا بزيرو هقف عند نقطة ال-g الاقي 2.92 اللي هو ال-reaction multiplied from point five بتلف ازاي اللي هي بتلف في هذا الشكل يبقى دي السهم عندي تحت يبقى معنى كده هاجيب ال-value دي وارسمها لتحت ووصل من ده لده هقف عند نقطة ال-b الاقي 6.15 بتلف في هذا الاتجاه minus 2.92 multiplied by 3 اللي هي المسافة الاقي ان في الاخر 6 multiplied by 1.5 هي اللي كذبت يديني قيمة لفوق السهم بتاعي لفوق فاخد القيمة .24 طبعا عند نقطة ال-e عند نقطة ال-e نقطة ال-e انا عارف ان ال-value عندها بزيرو فعلى طوله احنازل لزيرو يبقى لو حضرتك رسمت لي اي value هنا يبقى ده اعتبره فتا المستيك واعتبر ان انت مش فهم حاجة في اي حاجة وبالسؤال كله هتشطب عليه يبقى عنس ان في عندك ترميدة hinge على طول توصل لها الزيرو قدام نقطة ال-f دي الاقي نقطة زيرو قدامي والنقطة ال-e الاقي في زيرو قدامي يبقى even حتى لو حساباتك غلط يبقى على قل وضح ان انت فاهم هذه المعلومة لو انت لازم تباين ان قدام you have to find a zero value تمام؟ يبقى عندك هنا ال-value هنا جبت هنا اتنين رح جايب من الاثنين موصل جبت هنا ال-point two-four تروح موصل بال-zero عند نقطة ال-a intermediate hinge وبعد كده هبدأ احسابها عند ال-station اللي بعدها لها نقطة c وهبدأ احسابها من يمين احسابها من الشمال هتطلع لي point 2.5 طيب لما اجه هوصل من اتنين ونص للزيرو او لو اوصل point two four للزيرو الجزء دو مش فاضي مش زي الجزء ده يبقى معنى كده مقدرش اوصل ب- straight line مقدرش اوصل ب- straight line طب هعمل ايه؟ يبقى معنى كده هوصل بخط خفيف كده او خط عمل وعمل انزل ب-parapola عبارة عن ال-W في L square على 8 ال-W في الحالة دي من النقطة اللي انت بتحسبها لغاية النقطة انت بتحسبها يبقى ايه ال-W عندي one time per meter length two meter يبقى ال-L بتاعتي به two power two على eight اللي هي الفاكتور بتاعي او ال-Constant بتاعي w square على 8 يديني point five بمعنى كده روح نازل في النص هنا point five وعندي النقطة دي ب zero النقطة دي ب اتنين ونص روح مواصل بال- three point دول ب- curve او parabola بهذا الشكل نفس الكلام بالنسبة لل- cf ما هواصل من هنا هنزل ب- parabola بهذا الشكل يبقى دايما لما هاجي هاحسب باحسب عند الايه الـ بشوف لو عندي جزء فاضي يبقى هارسم اا ال-bending moment بتاعي straight line لو عندي uniform load يبقى لازم يبقى curve من الدرجة التانية فبرابولة فبرسمه بدلالة ال- w square على 8 بنزل البرابولة بتاعتي واواصل وارسمها بهذا الشكل طيب هنا في نقطة مهمة جدا بتفرج في اتجاه اللوت بتاعي وقيمة البنج مومنت اللي انا بحسنها لو عندي انكلاينت بيم عندي بيم ميلة بهذا الشكل زي بس عندك سلم عندك رامب عندك اي شيء ميل فانا عندي 3 كيس لليوني فرمولو دي ممكن تتواجد على الكاميرا دي الكيس الاولانية اخدها كده من اليمين عشان تبديني واضحة الكيس الاولانية لو عندي خط ميل بهذا الشكل فانا عندي 2 لنس في لنس اللي هو من سميه البروجيكتد لنس اللي هو من سميه في الحادي L اللي هو الاسقاط الخط A B على الافقي تمام وعندي الطول الماين نفسه المسافة بين A و P على الماين اللي هو هنسميه L' داش طيب يبقى لعندي 3 كيس للحالة دي يمكن يبقى ليوني فرمولو د عمود على A line أو inclined surface أو inclined beam اللي عندي يبقى الحمل عمودي عليه وبالتالي انا في الحالة دي مدام الحمل بتاعي يبقى المحصدة بتاعت الحمل ده عبارة عن W في L' داش يبقى أنا عندي الحمل والرزلطة دي كمان هتبقى عمودية على surface بتاعي والreaction هتبقى عمودي على A inclined surface يبقى عندي هنا الزاوية دي قايمة والزاوية دي كمان قايمة والزاوية هناك كمان قايمة يبقى كان كل هي كأنها كاميرا horizontal ولكن اعلى فكتها شوية كل اللي عملته عملت لها rotation كده شوية فكل تعاملي مع الخط المايد ال L اللي هو مش داخل معايا في اي حاجة خالص يبقى عمودية على beam line أو beam center ال reaction عمودي على beam center كل حاجة عمودية وبعد كده يبقى معنى كده البندج moment في الحالة دي عبارة عن W L square على 8 ولكن أنا L L dash square اللي هو inclined lens inclined lens طيب طيب الحالة التانية اللي عندي اللي هي لو عندي ال W اللي بتاعتي في اتجاه الجرافتي ماشي في اتجاه الجرافتي مش عمودية على السرفة لا ده ماشي في اتجاه الجرافتي عمودية رأسية اللي تضحط ماشي في اتجاه الجرافتي تمام طيب يبقى اللوء ده اللي هو بقول مثلا سي خمسة كيلونيوتن بير متر أو five ton بير متر تمام which meter I speak about which meter هل متر من ال L dash ولا متر من ال L يعني هنا كانت واضحة هنا كانت واضحة انا بتعامل مع ال L dash فلو مثلا قلت ان C مثلا ان الطول ده مثلا ال L دي كان بتساوي خمسة متر والبروجيكتد بتاعها مثلا C أربعة متر ركزوا معايا في الحتة دي طيب يا وانا عندي اللوت ده مثلا C عشرة 10 ton لكل متر طيب ما معنى كده ان انا عندي 10 ton موجودين في كل متر في كل متر من الخمسة متر ولا في كل متر من الاربعة متر انا عندي في الحالة دي انا عندي في الحالة دي انا عندي لنز طيب لو طبقنا نفس الكلام ده هنا انا عندي ال L ده باربعة و ال L ده بخمسة واللود عندي بعشرة طن كل متر هنا بقى هنا بقى الميتر دي 1 متر و انا نفس ال 5 متر او 1 متر من الميتر من الميتر فهنا بظهر لي ما هي حاجتين لو ما كتبش حاجة او ما قالش اي شيء هو بتعامل مع اني L فالدفولت بتاعي ان هي من ال L داش من ال L داش انا عندي 10 ton كل ميتر كل ميتر of from 5 ميتر of inclined surface or inclined lens وبالتالي الرياكشن هيبقى عبارة عن W في L داش على 2 يعني المحصل عبارة عن W في L داش التوتل نصها يمين ونصها شمال يبقى W في L داش على 2 و W في L داش على 2 والديركشن بتاعها فين الديركشن بتاعها ماشي مع نفس اتجاه الـ resultant وفق رأسية فبالتالي الرياكشن هيبقى برضو رأسي ولكن في عكس الاتجاه طب يبقى هنا الحمل كان عمودي على السيرفوس فبالتالي الرياكشن كان عمودي على السيرفوس عمودي على البيم بتاعتي هنا اللود ماشي في اتجاه الجرافتي فبالتالي يبقى الرياكشن برضو رأسي ولكن عكس اتجاه الجرافتي قيمة البندج مومنت هنا بقى بتساوي ايه بتساوي W في L في L داشة على تمانية مش L سكولير بيباخد L اللي هي مرة الاربعة ومرة الخمسة على تمانية W في L في L داشة على تمانية تمام؟ ابقى ده قيمة البندج مومنت في الحالة دي طيب ايه الفرق بين الحالة B والحالة A الحالة ايه بتاعتنا هو نفس الكلام بالضبط الحملة بتاعي مرسوم في اتجاه الجرافتي ولكن كتاب لي كده كلمة او في اا بيقول لي ان اللوت ده HB يعني ايه HB HB اختصار هوريزونتال بروشيكشن هوريزونتال بروشيكشن يعني ده انا بتعامل مع البروشيكشن لينس ولستو اتعامل مع الانكلايند لينس يبقى العشرة طن لكل متر from which لينس يبقى متر من الاربعة متر في الحالة بتاعتنا او المثال بتاعنا يبقى لكل اربعة متر لكل متر من الاربعة في حمل مثلا عشرة طن كل متر من الاربعة اللي هو البروشيكتل لينس يعني البروشيكتل لينس يعني البروشيكتل لينس ألاقي ان التعامل بتاعي WL سكوير على تماني WL سكوير على تماني اللي هو التعامل مع البروشيكتل لينس هنا التعامل مع الانكلايند لينس الحالة دي هنا اللي هي البروشيكتل لينس الحمل في الجرافتي ولكن موزع على الانكلايند لينس فبالتالي ال 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 موزع على تماني يعني البروشيكتل لينس في الانكلايند لينس على تماني ال ال على اتنين عشان ها بتعامل برضو مع ال ال هنا ال 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 داش على اتنين ده بيقو في ال داش على اتنين اللي هو ومراه بتترسم برضو بالشكل ده اللي هو الحالة التالتة دي يرسم يرسمها كده عندي الكاميرا بتاعتي كده وروح راسم اللود بهذا الشكل لكنه كده ايه لكنه طاير في الهوا بس هو مش طاير في الهوا لحاجة ولكن بدأم يقولك ان انا شغال على اللينس المايل ده انا شغال على اللينس الاوف ففي الحال دي انا بيكتبش بس هو بيرسمه لكده بيكاتب هنا دابليو طان لكل ميتر مسلا او كيلو نيوتن لكل ميتر يبقى يمكن ارسمها بالمنظر ده او ارسمها راسم عادية ان الحمل بتاعي موجود على الكاميرا ولكن بكتب جنبيه يبقى الحمل ده بيتعامل مع اللينس ال مش البرجيكتد مش البرجيكتد لينس مش الاي الانكلاينت لينس اللي عمدي يبقى كن عندي برا اكشن ماشي في اتجاه الوف الراسي دابليو في ال على اتنين يبقى الال مين الال اللي هي الافقية في الحالة دي تمام يبقى لازل تبقى مركز اول اما يكون عندك اا حاجة ميلة فابدأ اشوف انا عندي انا كيس من دول الكيس بتاعتي والحملة بتاعي في اتجاه والحملة بتاعي عمودي على اا بيم بتاعتي طيب اخر مثال معانا وده تطبيق على الجزء الاخير ومقدمة كويسة للفريمز ان شاء الله اول حاجة عندي انا عايز ارسم البندج مومنت والشير والنورمال فورس ديجرام للكاميرا عندي كاميرا بروكن وان كده عاملة بهذا الشكل الحاملة بتاعي في اتجاه الجرافتي كله تمام يبقى لما هاجي هتعامل معاه لما هاجي هتعامل معاه يبقى هبدأ اشوف الطول ده تلاتة والطول ده الطول ده اربعة طول ده تلاتة يبقى الطول المايل ده يبقى عندي الطول ده عبارة عن خمسة محصلة الحملة واحد يبقى تغطل 7 تمام 7 معنى كده ان الرياكشن في AX equal 0 مفيش حاجة عندي جميل طيب لما هاجي بقى اشوف اتعامل عايز اجيب مين النورمال فورس دياجرام انا النورمال فورس دياجرام دايما كاوح رسم السيكشن بتاعي يبقى انا بتعامل مع حاجة عمودية على السيكشن تنشن تبقى بوستيف كومبريشن تبقى ناكاتف ولكن لما يكون عندي انكلين احصل عندي ايه انا هبقى ماشي الجزء ده كده افقي وبعد كده بقى عندي جزء ميل يبقى السيكشن اللي هنا السيكشن اللي انا واقف عنده ده يبقى انا بتعامل مع الفورس اذا كان تنشن او كومبريشن بالنسبة للسيكشن بالمنظر ده ولكن لما يكون عندي جزء ميل السيكشن بتاعي مش كده السيكشن بتاعي عمودي عليه فمعنى فمعنى كده ان الفورس اللي هنا هتبقى لها مختلف بمعنى يعني نوضحها اكتر شوي سيكشن سيكشن بمعنى هنا عند 3.5 تمام واحد ملتبلايت واحد اللي هه محصلته بواحد يبقى التوتل عندي 3.5 عندي 3.5 جاي كده 2.5 2.5 جت بهذا الشكل عندي سيكشن فين سيكشن عند نوت تسي ده سيكشن ده كده المحصلة عندي عبارة عن 3.5 ماينس 1 اللي هي محصلة حبة اللي هنا عبارة عن 2.5 طب 2.5 دول بالنسبة للسيكشن لا منها عمودية ولا منها موازية يعني لا منها شير ولا منها نورمال ده دي فورس ميلة ففي الحالة دي القيمة ال 2.5 دي هيبقى لها 2 كمبوننت يبقى عندي سيكشن كده والفورس بتاعت يبقى لها كمبوننت موازية عن السيكشن وكمبوننت ثانية عمودية على السيكشن يبقى هشيل الفورس مرة كوسين الزاوية ومرة سين الزاوية تمام يبقى عندي ادي سيكشن بتاعي ده ودي البرت ده كان الزاوية دي سيتا يبقى زاوية دي سيتا تمام يبقى كمان الزاوية دي سيتا يبقى معنى كده ان عندي 2.5 كوسين سيتا و2.5 سين سيتا 2.5 كوسين سيتا و2.5 سين سيتا سيتا هجبها منين انا عندي الفاليوز تاعتي واضحة يبقى ثلاثة 3.4.5 المضوع بسيط 3.4.5 فالكوسين سيتا هو المجاور على الوطر يبقى 4.5 2.5 4.5 يبقى عندي 2.5 4.5 يبقى عندي ادي نص يبقى يبقى ديني 2 والسين 2.5 في سين سيتا في 3 على 5 هتديني 1.5 يبقى 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 عندي في section c بقى في compression force قيمته 1.5 وعندي shear force قيمتها كام قيمتها 2 بالرغم ان قبلها ب centi اللي هو section اللي كان رأسي قيمة normal ب zero وانس ان انت لفيت وبقيت عمودي على section على القطاع المايل بقى عندك component لل force بتاعتك 1 share 1 normal طب بالتالي طلع عندك normal force خيمته 1 و 0 1 لما دي تحسب الناحية التانية نفس الكلام لو جبت محصرة كل الكلام اللي هنا من ناحية الشمال او جبتها من اليمين it's up to you هيطلع لك برضو محصرة الفورس اللي عندك عبارة في الحالة دي تطلع tension عبارة 1 ونص طن وتوص اثنين ببعض يبنا عندي الجزء متغير بدأ عندي tension وعمال يتغيغ تحت مقلب تحت مقلب تحت بهذا الشكل فهمنا الموضوع في حال inclined التعامل معه ازاي وفي حالة الجزء المائل اتعامل عند change في slope ان انا هاخد المحصلة عند الpoint دي ويبقى الفورس بتاعتي بحتاج ان انا اجيب الcomponents باتها موازية للsurface او للsection وعمودية على section بتاعي الشير الجزء اللي على اليمين والجزء دي على الشمال اللي هو الhorizontal ده التعامل معه بسيط 3.5 ادي 3.5 وهنزل واحد في واحد يبقى هنزل اتنين ونص اتنين 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 ببعض اتنين اتنين وبرضو اتنين 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 يبقى اتنين ونص يبقى عندي نفس الفكرة والsection ده محصلة هنا برضو اتنين ونص هتطلع sheer هتبقى لها two component sheer ونورمال فورس sheer ونورمال فورس يبقى انا هتعمل مع الsection الفوق ده كده والاقي في عندي محصلة الفورس اللي عندي عبارة عن اتنين ونص تن يبقى لها component في اتجاه ال وليها component في اتجاه ال و عشان كده تلات هنا tension tension تلات هنا sheer sheer طالع لفوق من ناحية اليمين فعشان كده هرسمه لتحت لحالة ان انا برسم sheer force ال bending moment هنا ما يهمني ش القصة قوي عشان عندي tension و compression انا بشوف سهم ما عنديش موازي او عمودي على surface بتاعي ولكن يبقى عندي two values at the same point او the same value add برسمها مرتين عند point مرة عند section ده و مرة عند section ده ولكن دايما المنين المنبض اعتمد على المسافة وبالتالي ما عنديش اي تغير في المسافة عند the same point وبالتالي محصلة الكلام ده 3.5 في 1 يبقى عندي 3.5 ناقص 1 في 1 في 1 اللي هي محصلة اللوت ده 1 في 1 في المسافة اللي هي نص يبقى عندي 3.5 ناقص نص 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 الدين بت 3 بتلف ازاي بتلف في هذا الاتجاه يبقى attention عندي فين attention عندي تحت يبقى انا هرسم attention لتحت طب لما اقف عند section الجديد ده نفس المعادلة ما تغيرتش 3.5 في 1 ناقص 1 في 1 في نص يديني برضو 3 ولكن هرسمها عمودية على ال الجديد نفس الكلام هنا حتى لو حصلت لداخل يعني شوف هنا انت عندك رسم ال moment هنا لما جيت اخد ال value ناحية التانية هيحصل overlap مش مشكلة ارسم اتنين فوق بعض عندي ادي ال value الجديدة بها زي الشكل طيب انا عندي على الكاميرا كلها جزء العيدل وجزء تمام لما هرسم بقى اول حاجة الجزء اللي هنا ده وسيط الجزء اللي في الاول وفي الاخر يبقى هرسم البرابول بتاعتي ووصل ال values مع بعض ونفس الكلام الناحية التانية طيب في النسبة اللي في النصر نفس الكلام هوصل من اول والاخر وانزل البرابول بتاعتي ولكن البرابول بتاعتي في الحالة دي انا واحدة من الثلاثة اللي احنا كنا تكلمنا عنهم. دي ولا دي ولا دي. انا عندي انا عندي الحالة اللي في النص اللي هي حالة بي. عشان لا هو اولا الحملة بتاع فتاقية جرافتي. وقالش انها هو فانا عندي قيمة البيلنج من دابليو في ال في ال داشا اعتماني. الى دابليو في ال اللي هو الاربعة في ال اللي داشا اللي هو الطول. سوري. الطول الميل. اللي هو الخامسة. اتفرق ايش اهو. تنام? يا دابليو في ال في ال داشا على تمانية اثنين ونص. يبقى هواسسا هنزل دايما البرابولة عمودية على اللاين بتاعك. يبقى انا دايما عمودي على اتجاه البيم بتاعتي. يبقى عندي هرسمها عمودية بهذا الشكل. فاوصل بالسري بوينتس دول مع بعض. دي والفاليو دي والفاليو دي والفاليو دي دي بشكل بين المومنت اللي موجود على الكاميرا بتاعتي. يبقى لازم افاهم التعامل مع الخطوط المائي اللي هتعامل معها ازاي? البيمز البروكن بيمز او الانكلين بيمز. يبقى هميني فيها حاجتين اولا عند ال ciertoرجات في الاسلوب او في التغير او في الكاثرة اللي حصلت في الكاميرا بتاعتي. يبقى القطوط الجديد ده انا دايما بتاعامل مع قطوط العمودي على البيم centre line. فبالتالي انا هبدأ اتعامل مع القطوط والشير والنورمل تمام بالنسبة للقطوط العمودي فعلى الجزء المائل الفورس اللي كان بتعمل شير فقط أفقي رأسي بقت لها component بقت لها component زي ما احنا رسمين هنا كده بق لها component في اتجاه ال x و component في اتجاه ال y component في اتجاه ال x و component في اتجاه ال y يبقى في الحالة دي لازم اخذ ال x ايكم السلام يا دكتور الاختبار يبدأ بعد دقيقة ولا كيف او خلاص هيبتدي او فعلا طيب انا هقفل بس وبعد كده ايه يبدأ وما فيش مشكلة ودي اخر حاجة وانا يا بس دي ايه تأكيد على الكلام اللي احنا تقفيل بس على الكلام اللي احنا وانا احنا انا بتعامل مع اه العمودي على الخط بتاعي وبالتالي اتعامل مع ال components اللي عمودي شباب نقفل على هذا اه بغاية هنا ويبقى ننقش الموضوع ده لو في ايه اسئلة مرة جاية ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة